بسم الله الرحمن الرحيم لا زال الحديث عن كيفية اعتداد المبتدئة من الحيض وقلنا في أن هناك حالتان الحالة الأولى هي أن ترى الدم من أقل الحيض يوم الليلة إلى أكثر الحيض فما دون 15 يوم فما دون وانتهينا من هذه الحالة الحالة الثانية إذا عبر أكثر الحيض إذا عبر الدم أكثر الحيض الليلة هو 15 يوم يعني أصابها 20 يوم 30 يوم يعني جاوز أكثر مدة الحيض أو أكثر الحيض هنا لها للمبتدئة أمامها أمران الأمر الأول أنها تميز الدم تستطيع أن تميز الدم درست تعلمت وعرفت أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة وله علامات منها أنه دم الحيض أسود وثخين وله رائحة ولا يتجمد وعكسه دم الاستحاضة أحمر رقيق غير منتن يتجمد إذا عرفت هذه الميزات فتذهب إلى هذه الميزات التي تميز هذا الدم عن هذا الدم فإن كان حيض فتجلس لا تصلي ولا تصوم وتبقى وإن كان استحاضة فإنها فإنه لا يمنعها من فعل العبادات والأمر الثاني إذا لم يكن لها تمييز أنها تبقى عادة غالب نسائها يعني أمها مثلا تحيض ستة أو سبع أيام أو أختها أو خالاتها فإنها تجلس هذه المدة وبالتالي يكون عادة غالب نسائها هي حيض وما زاد على ذلك فيكون استحاضة وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستة أو سبع وبالنسبة للتي لا تميز هذا هو الراجح في حقها أنها ترجع إلى عادة عادة نسائها أمها أختها لأن المرأة الغالب إنها مشابهة لأقاربها في مثل هذا الأمر والغالب أن المرأة تحيض مرة في كل شهر قلنا أن هناك تمييز لدم الحيض عن دم الاستحاضة في اللون فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر في الرقة فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة رقيق ودم الحيض له رائحة منتنة والاستحاضة غير منتنة ويتجمد دم الاستحاضة ولا يتجمد دم الحيض لأنه قد تجمد في الرحم ثم انفجر بعد ذلك إذن هذا هو هذه الحالة الثانية أنها إذا عبر الحيض إذا عبر الدم أكثر الحيض فلها حالتان إما أن تكون مميزة فتعمل بالتميز فإذا عرفت أن هذا دم حيض فتجلس لا تصلي ولا تصوم هذه المدة التي ترى في هذا الدم بهذه الميزة أو أنها ليس لها تميز فتجلس غالب نسائها وغالب النساء ستة أو سبعة أيام مسألة متى تبدأ هي تبدأ من أول دم أصابها يعني إذا أصابها الدم مثلا في يوم خمسة عشر فتبدأ تحسب الشهر من أول ما أصابها الدم فإن نسيت هل أصابها أول الشهر أو من وسط الشهر أو في آخر الشهر فإنها تبتدي أو تعتد من أول الشهر على سبيل الاحتياط ثانيا المعتادة التي لها عادة إذا أصابها إذا أصابتها الاستحاضة طبعا المعتادة لها عادة معينة تعتادها في الحيض ستة أيام أو سبعة أيام أو ثمان أيام أو أقل من ذلك أو أكثر تختلف النساء في هذا الأمر لكن المعتادة التي لها إذا أصابتها استحاضة والمعتادة هي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة ثم أصابت بمرض الاستحاضة طبعا مرض الاستحاضة هذا هو يسمونه النزيف أو ما يسمى بالنزيف وهو دم عرق ودم فساد ليس له علاقة بدم الحيض الذي هو دم طبيعة وجبلة ويأتي من العرق العاذل إذن إذا كانت المعتادة التي أصابت الاستحاضة مميزة أو غير مميزة إذا كانت مميزة أو غير مميزة تجلس عادتها عادتها ستة أيام أو سبعة أيام وما زاد على عادتها التي تعرفها فهو دم استحاضة تصلي وتصوم وتفعل العبادات التي كانت لا تفعلها في وقت الحيض لكن في مسألة المستحاضة المعتادة إذا نسيت عدتها إذن نصور المسألة أن المعتادة إذا صابتها الاستحاضة المعتادة التي لها عدة فإنها في تجلس عدتها المعروفة تعرف عدتها خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام تجلسها وبعد ذلك يكون دم استحاضة تصلي وتصوم ولا يؤثر هذا الدم لكن الحالة الثانية إذا نسيت عدتها فماذا تفعل تعمل بالتمييز إذا كان لها تمييز تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتعمل بالتمييز طيب لو نسيت عدد عدتها ولم يكن لها تمييز يعني نسيت كم تعتد وليست مميزة لا تعرف تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فقالوا فغالب الحيض ستة أو سبعة أيام أي أنها كالمبتدئة اللي ذكرنا أنها ترجع كأنها مبتدئة فتجلس غالب الحيض ستة أو سبعة أيام لأنها نسيت عدتها وليس لها وليس لها تمييز حالة أخرى المستحاضة المعتادة إذا علمت العدد ولكن نسيت موضع من الشهر إذن هذه أربع حالات إذا علمت أن تجلس وأن عدتها ستة أو سبعة أيام تعرفة لكن نسيت هل هي من أول الشهر أو من آخر الشهر فماذا تفعل الجواب سيأتي في الدرس القادم بإذن الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر